موسيقى يستمر في سوريا استهداف الصحفيين والنشطاء الإعلاميين الذين يقومون بتغطية العمليات العسكرية والانتهاكات التي تقوم بها قوات النظام حيث وثقت لجنة الحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين والمعنية برصد وتوثيق الانتهاكات التي تطال الصحفيين والناشطين الإعلاميين في سوريا وثقت مقتل سبعة صحفيين وناشطين إعلاميين في شهر نيسان من العام الجاري اثنان منهم تحت التعذيب خليل إبراهيم الحاج علي ناشط إعلامي قتل أثناء تغطيته الاشتباكات بين قوات النظام والجيش السوري الحر على الطريق الدولي بين دمشق ودرعة بتاريخ الخامس عشر من نيسان العام الجاري محمد أبو يزن ناشط إعلامي ومصور قتل برصاص قناص أثناء تغطيته الاشتباكات بين قوات النظام والجيش السوري الحر في بلدة دارية في ريف دمشق بتاريخ السابع عشر من نيسان لهذا العام يوسف يونس ناشط إعلامي قتل أثناء تغطيته الاشتباكات بين قوات النظام والجيش السوري الحر في بلدة ببيلة في ريف دمشق بتاريخ الرابع والعشرين من نيسان هذا العام أحمد طه السيد طه ناشط إعلامي قتل تحت التعذيب في سجن عدرة في دمشق بحسب ما أعلن عنه مركز توثيق الانتهاكات في سوريا وذلك بتاريخ الثامن والعشرين من شهر نيسان لهذا العام محمود مراد العز ناشط إعلامي قتل بقذيفة أثناء تصويره الاشتباكات بين قوات النظام والجيش السوري الحر في ريف إدلب وذلك بتاريخ الثاني من شهر نيسان لهذا العام عبد الرحمن الخضرى ناشط إعلامي قتل أثناء تصويره الاشتباكات بين قوات النظام والجيش السوري الحر في بلدة دومة في ريف دمشق وذلك بتاريخ الثاني من شهر نيسان لهذا العام عبد الرحيم كورحسن ناشط إعلامي قتل تحت التعذيب في فرع فلسطين للمخابرات العسكرية بحسب راديو وطن أفأم وذلك بتاريخ الثاني من شهر نيسان لهذا العام وكان كورحسن مدير بث راديو وطن أفأم يستعمل اسما مستعارا معروفا بمحمد الغزالي إلى ذلك اعتقلت قوات الأمن الصحفي شيار خليل وزملائه ميساء الصالح ووعد الجرف وبشار فرحات وأحمد زغلول وأسامة عزو ومعاذ الفرى ولينا الصمودي من إحدى مقاهي دمشق بتاريخ الرابع والعشرين من نيسان لهذا العام ولا يعرف مصيرهم حتى اللحظة